بس ميكالي كان فيه شغل إيجابي كتير كمان طبعا يعني هو جهري عمل حاجة مهمة جداً النهارده إنه احنا النهارده كن مثلاً مستواناً 90% وكان فيه 10% أخطاء فأنت مشايف في المشاكل الموجود عشان يكمل المية في المية في المغارب اللي جاي 90% بقى كم منهم يا حب بص بدايةً كده وجود ميكالي على رأس الجاز الفني المنتخب مصر أولمبي خلينا نشيد بالتحاد الكورة بننطقة التحاد الكورة كتير فكارات كتيرة جداً سواء محلية أو حتى باختياراته للمديرين فنيين المنتخبات لكن وجود ميكالي منتخب مدير فني المنتخب أولمبي عنده الخبرة في المعدة الأعمار ده واشتغل بشكل جيد مع منتخب البرازيل وخض التجربة وكل تجربة حتى مع الأندية كانت في معدة الأعمار ده حتى مع نادي الهلال السعودي كان ماسك الفرق السنية في نادي الهلال فده اختيار جايت بس بالمناسبة هنشكر اتحاد الكورة ونشكر المدربين المصريين اللي رفضوا تدريب المنتخب الأولمبي قبل بالزبط شايفين المنتخب أقل من قدراته الفني قالوا انه لا المنتخب ده مش هينجي حالجيل ده مش هيدر ينجي فجالك مدرب هو واخد أصلا مداليا الزهبية مع المنتخب البرازيل ممكن هي المداليا الوحيدة في تاريخ المنتخب البرازيل فخلينا ده الجزء الخاص بميكالي كمدرب واحد مدربين الكبار الموجودين في العالم الشغل الفني اللي اشتغل به النهاردة الناحية التنظيمية اللي موجودة عند ميكالي ببينك قد يوم مدرب كبير وده شوفناه حتى في شكل منتخب مصر قدام منتخب أسبانيا من شوية جوهر تكلم عن المشاكل اللي ظهرت في منتخب مصر في النهاردة دفعية خاصة من ناحية الشمال وراجل قدروا أن يعالجها لكن تعالوا نشوف ناحية التنظيم نفسها اللي اشتغل به الراجل من بداية المباراة لو جبنا الحالة الأولى اللي موجودة شكل وقفة اللعيبة يا كريم بينك قد ايه مدرب مركز في التفاصيل هتعرف المدرب إزاك إيه واللي بيذاكر إزاي لما تلاقي كل الخطوب بتاعت الفرق كل أربع من بعض مش هتلاقي إجاب خالص ما بين الخطوب ببينك ده ما كانش موجود في الدومينيكان تحسن نسبان روز باكستان عملية تطوير الأداء موجودة عند منتخب مصر بشكل جيد دي ممكن الهجمة اللي جابها من شوية جهري واتكلم عنه عن المشكلة اللي كانت موجودة ناحية الشمال أنا هنا بكلمك على دور النيني وقرأته لللعب هو قاري اللعبة راحة فين وقاري المشهد عمل إزاي هيفضل متكمل مع اللعبة لحد ما هو لا يروح يقفل على الراجل بعد ما يعدي من أحمد من كريم الدبيس ناحية الشمال ويبدأ هو اللي يعمل عملية تطور الهجمة في تحول الهجومي لمنتخب مصر وده الزكاء اللي كان عنده ميكالي النهاردة إنه هو بيقفل بشكل جيد فيه ترابط ما بين الخطوط الفرقة كلها بتلعب كواحدة واحدة كاكمباكت ويستغل عملية التحول الهجومي بشكل جيد على منتخب أسبانيا الكرة دي كانت في الديئة الـ 14 راحت بهجمة وانفراد لبريم عادل قدر أن يستغل طبعا مهارة ناحية الشمال ورح وانفرد ويمكن الكرة صدمت في المدافع وطلعت ناحية تانية فبين شكل وهوية المنتخب مصري من أول ديئة ناحية التنظيم اللي اعتمد على ميكالي هي اللي حسنت وطورت من أداء منتخب مصري النهاردة قدام أسبانيا وساعدتنا كتير في تسجيل هدفين اللي سجلهم إبريم عادل ونجح فيهم ده يمكن الشكل الفني اللي احنا ممكن نتكلم فيه عن ميكالي يمكن دي كرة الهدف برضو جاي من تحول هجومي سريع الكرة بتتلعب بشكل طول الزيزو بيستغلها بشكل ممتاز وممكن الراجل ده تعرض لظلم كبير في أول ما تشين المنتخب النهاردة بيرد على الكل بأداء فني جوه الملعب ما تكلمش ما نزلش حاجة على السوشيال ميديا أداء زيزو النهاردة بيبين قد يهو العيب كبير والعيب عنده خبرة كبيرة طبعا ممكن دي ممكن الأفكار اللي اشتغل بها ميكالي النهاردة يقفل بشكل جيد يبقى فيه توازن ما بين الخطوط واستغل عملات التحول الهجومي المتخمص حلو